مشاهدين الاعزاء اهلا معكم صورة زياد فيديو من الهاردة بتتكلم عن اساسيات لبس الجامعة من الوكالة طيب مبدئيا كده انا لو معي 20 جنيه مثلا وعايز انزل للوكالة اشتري ايه للبس الجامعة تعال بقى انا وليكن اشتريت ايه ينفع للبس الجامعة اهم حاجة طبعا لازم نشتري من الوكالة لبس الجامعة يكون شكله جديد عشان مالش هينفع ان انت تشتري حاجة شكلها قديم تروح بها للجامعة هتحس ان انت مع انتكش سكا في نفسك وان ان انت لبس حاجة يعني حتى لو حد قالك يعني مثلا حتى لو محدش قالك حاجة حتى لو حد بصريك كده بصة بسيطة انت هتحس ان انت لبس حاجة غلط لان اول ان هو من الوكالة فصمعة الوكالة في الجامعة بسم الله ما شاء الله يعني صمعة ما عافشه ما اجابه الصمعة دي منين اصلا مع ان الوكالة دي من احسن الاماكل واحلى الاماكل انا بحبها روحها بتمتع فيها بجد غير كده كمان انت هتحطي في دماغك كده فلا احنا لازم ننقي حاجات حلوة وحاجات عملية علشان نروح بها الجامعة نبقى فرحانين وعندنا ثقة في نفسنا طيب ياسورة نشتري امن الوكالة للجامعة تعالى بقى عليكم ممكن نشتري هيكل هيكل بقى بيبقى فيه في الجامعة على فكرة وحلوة قوي انا بحب الهايكل ده قوي وعملي بالنسبالي ومشططرية وهو رحت قبل كده مرتين مختلفين في اوقات مختلفة لقيت نفس الهايكل وده وكان فيه لون منه لونه على اورنج كده طبعا اشتريته عشان انا مدمينة هيكل فاللي هو او هاي نكا ما عابش هو بيتقال كده او كده المهم ان انا اشتريتهم هما اللي اتنين وكانوا نفس المركب نفس كل حاجة بس التاني كان اصغر شوية فاللي هو القصد من الكلام يعني ان دي حاجة متوفرة هناك فانت هتلاقيها وسعرها كان 25 جنيه طيب تاني قطع ممكن نشتريها ايه طبعا هعزين نلبس حاجة فوق الهايكل فحلا لازم نشتري او ميس او جاكت فبصراحة فيه امصان كتير بتبقى جنس نفس الفكرة دي بس ده مش من الوكالة يعني ده مش من الوكالة بس فعلا فيه امصان جنس كتير في الوكالة وانا قبل كده اشتريت واحد منهم بس انا مش لقيه بس نفس كان نفس الفكرة دي بالزبط وكان في حدوث خمسين جنيه او ستين جنيه فانت تقدري تشتري جاكت جنس اه قصد اميس جنس اه في حدوث خمسين جنيه وهتلاقيه بسهولة ومتوفر برضو طيب ممكن تشتري يعني احنا دلوقتي طيب احنا دلوقتي نشترينا الهايكل والاميس انا مش هنشتري بانطلون طبعا لا لازم نشتري بانطلون فالبانطلون ده انا كنت شرابني الوكالة كان في حدوث مية وخمسين جنيه او مية خمسة سبعين جنيه وده اغلى حاجة فيه ارخص بس انا اشتريت ده علشان طبعا كان مقاسي وكده وده ويت لج فهو سعره مناسب قوي بالنسبة لان هو ويت لج في المحلات العادية اصلا بتبع بسبعمائة جنيه انا شرية واحد كان بعد السيل بربعمائة وخمسين جنيه فهو ده مناسب قوي وبرضه هتشتريه مني الوكالة طيب افرد بقى البنترون بتاعك واسع عليك شوية مثلا مش لازم حزام فانت هتضطل ان انت تشتري برضو حزام اه انا شرية حزامة مش فاكرة الحزام راح فين بصراحة ممكن يكون هنا مش عارفة راح فين اهو فالحزام ده فيه استيلات كتير قوي انا كنت شارعي الستيل ده من فترة دلوقتي فيه استيلات كتير جدا وفيه بقى الحزامة اللي هي الشفافة اللي طالع عمودة برضو في الوكالة ده انا شرية اه مش من الوكالة بس فيه منه في الوكالة كتير قوي واشكال كتير كان في حدود اربعين جنيه تمام نشتري ايه كمان من الوكالة بقى يسارة اه انا هقول لكم نشتري ممكن نشتري فستان زي ده ده بقى انا كنت شارياه من محل زي الوكالة كنت في راس البرة ولقيته بس هو نفس استيل الوكالة بالزبط لبس بلا بس يعني جديد بيتكت وكل حاجة ده كان في حدود مية جنيه او مية وعشرين جنيه انا فاصلت مع الراجل طبعا انا ما انا فاصل مع الراجل انا كده يعني يعني بس هو كان راضي اهم حاجة انا هو راضي المهم ان انا ممكن تشتري حاجة زي دي الجامعة برضو حلوة جدا تلبس عليها جاكت او تلبس عليها بادي اسود ويبنطرون اسود على بوت هيبقى شكلك حلوة اول فانت حاول تنزلي الوكالة وتدوري على حاجة نفس الاستيلات دي تمام ممكن تشتري تشيرتات ممكن تشتري بقى تشيرتات من قصاد حمادة لولو اللي في الوكالة عشان هو هو اصلا المشهور في التشيرتات هناك ده غير الاستندات يعني انت لو لفت في الاستندات هتلاقي انت ممكن تشتري تشيرتات زي دي حلوة قوي التشيرت ده كان بخمسين جنيه وكان زارة وبيتكت واصلي وكل حاجة انا جيبت عشان الحركة دي وفيه منه كمان سادة السادة راح فين اهو سادة اهو ده برضو كنتشارية من الوكالة كان بخمسين جنيه وزارة وكل حاجة اهو 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 زارة اهو وكان طويل وواسع فانا عايزة اكتر من كده ايه يعني كان انت شرت بخمسين جنيه ممكن بقى تجيبي سويت شيرت عشان لو انت انسان عملية وعايز تلبسي اه حاجة بكم وتنزلي بها على طول لو انت صحية متأخرة بقى ومستعجلة فانت هتضطل ان انت تلبسي حاجة بكم زي ده ده برضو كان زارة وبكم وحلو قوي وطاري ولونه ابيض انا بحب لون الابيض قوي فهتلاقي برضو من ده كتر قوي يا سلام بقى لو انت مسلا مقاسك سمول او اكس سمول فانت هتلاقي لبسي بالهابل لبسي كتر جدا فهي ده مشترياتي من الوكالة لبسي الجامعة في حاجة تانية كده انا وردتكم الحاجات اللي تليقى على لبسي الجامعة وما تنسوش طبع فيديوهاتي اه الخاصة بالوكالة هتلاقيها تحت صندوق الوصف بسندوق الوصف هتلاقي فيديوهاتي الوكالة وكلها تفرجوا عليها وشوف انا كنت بقى خد بعمل فلوك ازاي وباشتري ازاي وبقيت مشترياتي كمان ممكن تعجبك وتشتري زيها وهقولك زيها عشان اللبس اللي انا باشتريه بيبقى موجود فيه منه كتير في الوكالة فانا بباشتريش اه في حاجة بتبقى شبيهة ليه اه نسيت اه بريكو حاجة نسيت اه بريكو حاجة كويسا انا قلت شبيهة ليه ممكن تشتري ططط طبعا ده مش اي حد هيلبسه يعني خلينا متفكين ده اصلا بيتباع في المحل اصلا بتاع بولان دي بير زات نفسه انا شفته في المحل كان بخمسمائة جريه بس هو كان لونه جاي على بيجات شوية فهو نفسه هو اصلا ده بولان دي بير اصلا ماشي واتكلمت بكده عنه فيدي برضو تحت في صندوق الوصف تحت وكل حاجة الطعم ده انا اشتريته كان هو والبنطلون الجنسي ده كانوا مع بعض كده وبدخلهم مع بعض كان شكله حلو او انا بالنسبه لي حاسيت انا شكل مختلف في شكل حلو ده كان بكم يصور كان بخمسين جنيه ومقاسي الحمد لله الشميس ده كان ليه قصة عندي انا اول ما شفته عجبني خدته وكان هو على فرشة كبيرة كده من اللي احنا بننقي فيها عند حمده لولو ده المهم ان انا سيبته قلت لأ هسيبه المهم هو انا رجع لقيت بنتي كانت مسكيه عشان هو كان قطعة واحدة بس في الفرشة كلها لقيت بنتي كانت مسكيه وكانت عايزة تشوفه عشان تشتريه المهم ان هو قسيته كده عليها عشان طبعا هو كان مقفول الزرائر مش ينفع تقيسة ان هي يعني هي يعني هي من كستلة تقيس هي ممكن تقيس عادي يعني تعرف مقسطة بس هي كستلة تقيس فاصح بيتها قلت لها ده هطلع ده اي قوي عليك وهو style oversize فلازم يكون واسع على جسمك وهو ده فعلا لازم يكون واسع فالمهم ان هي سبيته اوما سبيته رحت انا خدته واشتريته وقلت هو من اسماتي ونصيبي عشان انا لفيت الوكالة كلها ولقيته ودي حاجة ندرة جدا ان ان انت تلاقي حاجة عجبك وتسبيها وتلف وترجعي مش هتلاقيها انس ان انت تلاقيها ممكن اصلا ما تلاقيش الستاند كله يكون راجل نقل الستاند فانت لو عجبك حاجة وعجبك هتعمل ان تفكريش متجيش طولة سنة هلاقي احلى بينها لأ مش هتلاقي وهترجع عشان تشتريها مش هتلاقيها ايه ايه ده المهم ان انت يعني يعجبك الحاجة تشتريها على طول فبس كده وكده كل الفيديو بتاعي خلص ولو معانا 200 جنيه ممكن نشتريها جامعة هنشتريها كتعة كتير المهم تشتريها حلوة ولايق عليك وتكون جديدة وبين عناها انها جديدة وتكون قيمة عشان تفرح بيها وفعلا يبقى شكلك مميز في الجامعة وتابعيني الفيديوهات الجاية وما تنسيش تتابعي بقية سلسلة تنسيقات الجامعة وي يالله باي بوا